أعطيكم العافية من نبلش ببارتو من شابتر ناين في الجنرال البيولوجي المحاضرة السابقة وصلنا لعند هاي السلايدة بكلنا the electron donor is called the reducing agent يعني المادة المانحة للإلكترونات بنسميها عامل مختزل هسا طبعا إحنا بنعرف إنه العامل هو عكس العملية كيف يعني؟ يعني العملية أو المادة اللي بصر لها دا أكسد بنسميها عامل مختزل والمادة اللي بصر لها اختزال بنسميها عامل مؤكسد the electron receptor is called the oxidizing agent يعني زي ما حكينا إنه المادة اللي بتختزال بنسميها عامل مؤكسد some redox reactions do not transfer electrons but change the electron sharing in covalent bonds هون بحكي لنا إنه بعض التفاعلات تأكسد والاختلال الاختزال فيها حالات خاصة ما بصر لها انتقال إلكترونات بس بصر لها إيش؟ بصر لها تغير في توزيع الإلكترونات في الروابط التساهمية هس راح نأخذ مثال ونشوف كيف An example in a reaction between methane and O2 Oxidation of organic fuel molecules during cellular respiration عملية التأكسد للوقود العضوي خلال عملية cellular respiration أو تنفس الخلو During cellular respiration the fuel such as glucose is oxidized and O2 is reduced يعني أي شي بتفاعل مع O2 بصر لها oxidization والO2 نفسها بصر لها إيش؟ Reduction Stepwise energy harvest via NAD plus and the electron transport chain طبعا حصاد الطاقة من المواد العضوية ما بيكون مرة واحدة بيكون في خطوات تدريجية عن طريق إيش؟ اللي هو ال-AD plus أو ال-NAD plus من نعرف من إيش بتكونوا أكثر تفاصيل عنه خلال السلايدات An electron transport chain يعني سلسلة نقل الإلكترونات In cellular respiration glucose and other organic molecules are broken down in a series of steps فعملية التنفس الخلوي لغلوكوز والمركبات العضوية الأخرى بتنكسر في خطوات متعددة مش في خطوة واحدة Electrons from organic compounds are usually first transfer to NAD plus a coenzyme يعني الإلكترونات أول مستقبل إلها داخل الخلية هو NAD plus دايما بنشبهها هاي بالسلة اللي بتحمل الكترونات جوها As an electron acceptor NAD plus functions as an oxidizing agent during cellular respiration يعني الإلكترون أو الإلكترون acceptor اللي هو الناد plus بيشتغل زي إيش؟ زي كأنه oxidizing agent إيش يعني oxidizing agent؟ اللي هو عامل مؤكسد يعني إيش صر له؟ صر له اختزال كيف صر له اختزال؟ بصر له اختزال لما يرتبط مع الـ H minus الـ H minus هو عبارة عن إلكترون فلما يرتبط الناد plus مع الـ H minus شو بيصر له؟ بيصر له NAD H بيصير اسمه يعني اللي هو reduced form of NAD plus يعني الناد plus لما يصر له اختزال بيصير شو هو NAD H يعني بيصير عامل مؤكسد عامل مؤكسد represents stored energy that's stabbed to synthesize ATB هون حكينا إنه الناد plus هي السلة اللي بتحمل الإلكترونات هسا لما تكون السلة هاي معابية بالإلكترونات شو بيصير اسمها؟ NAD H هاي السلة لما تنتقل على مكان معين رح نيجيه ونحكيه بتطلع إلكتروناتها بتفرز إلكتروناتها عشان يصير إيش؟ تصنيع للـ ATB يعني الـ NAD H هي عبارة عن سلة بتحتوي على الإلكترونات مفيدة في عملية تصنيع الـ ATB بهاي الرسمة بتوضح لنا تركيب جزائي الـ NAD plus قبل ما نبدأ من أن نتعرف على اسمها NAD plus nicotinomide بسموها أو oxidized form خلينا نبدأ نفصلهم كلمة كلمة بنبدأ من وراء dinucleotidide اللي هو عبارة عن إيش؟ nucleotidat تذكروا أخذنا في شابتر 5 عن النucleotidat وأخذنا النucleotide بتكون من إيش؟ بتكون من مجموعة فوسفات سكر رايبوزي خماسي بالإضافة إلى القاعدة النيتروجينية كانت مجموعة اللي هو nucleotidat شو بتسوي؟ بتسوي سلسلة الـ DNA صحيح؟ فهون لو نيجي نتفرج على التركيب نكسمو من النص بيجي عنا هون إيش؟ nucleotide من نوع أدنين لأنها هاي القاعدة النيتروجينية من نوع أدنين وفي عنا nucleotide اللي هو nicotinomide هاي هذا الاسمها منشان هيك سموها nicotinomide oxidized form بنيجي للجزء الفعال من الجزائي اللي هو الـ nicotinomide اللي هو اللي بتحكم إذا كان المركب هاض على شكل reduction form أو oxidation form oxidation form لأن الـ NAD اللي هو الـ NAD plus يعني هاض إيش؟ الجزء المؤكسد منه عشان يتحول لـ reduced form لازم يتفاعل مع الـ H اللي هو جزيئين من الـ H هاي مثل ما انتو شايفين هون الـ H طبعاً هو بتكون من بروتون وإلكترون 2H يعني بتكون من إلكترونين وبروتونين الإلكترونات بتتفاعل مع الـ NAD plus وبتكون عنا إيش NADH زي ما عنا هون NADH هو السلة اللي بتحتوي على الإلكترونات زي ما حكينا قبل شوي واسم الإنزيم شو هو الـ NADH الـ NADH اللي هو الـ NADH الـ NADH الـ NADH اللي هو الـ NAD plus يعني بتحول من Oxidation ل Reduction تمام حكينا ال-NADH هي عبارة عن سلب تحتوي على إلكترونات أي إلكترونات لازم أوديها لمكان معين علشان إيش? علشان تصنع ال-ATB. شو هاذ المكان? هو Electron Transport Chain سلسلة نقل الإلكترونات اسمها سلسلة نقل الإلكترونات يعني لازم يوصلها إلكترونات وتبلش تنقل فيها يعني ال-NADH شو وظيفته؟ وظيفته إنه الإلكترونات اللي حملها في هاد السلة يوديها ل الإلكترونات ترانس بورد تين Unlike an uncontrolled reaction the electron transport chain passes electrons in a series of steps instead of one explosive reaction هون عنا نوعين من الرياكشن Controlled و uncontrolled الفرق بينهم uncontrolled بصير في خطوة واحدة فمثلا H2 مع O2 بعطيني H2O تمام؟ أما uncontrolled reaction بصير في عدة خطوة uncontrolled يعني التفاعل بعطي ناتج هذا الناتج برد تفاعل برد بعطينا ناتج وهكذا الالكترون ترانس بورد هو عبارة عن إيش controlled reaction مش uncontrolled يعني بصير في خطوات متعددة O2 pulls electrons down the chain in an energy yielding temper هسا إحنا بنا نعتبر إنه O2 زي كأنها إيش زي كأنها مغناطيس كاعد بجذب الإلكترونات في electron transport chain يعني هو عبارة عن إيش عن سلة نهائية للإلكترونات سلة نهائية للإلكترونات يعني الإلكترونات بتظلها تمشي في electron transport chain لحد ما توصل لل O2 لحد ما توصل لل O2 the energy yielded is used to generate regenerate ATP هاي الطاقة ناتجة عن حركة الإلكترونات هاي الطاقة بنستخدمها من شان نصنع اللي هو الATB the stages of cellular respiration في عنا ثلاث مراحل أساسية في cellular respiration هاي المراحل في كل concept الconceptات هذور رح يتناول موضوع ومرحلة معين cellular respiration has three stages glycolysis عملية التحلل السكريات breaks down glucose into two molecules of pyro طبعاً طبعاً هاي العملية وهاي الخطوة بتصير في عشر خطوات رح ناخدهم بالتفصيل كت الخطوة شو بصير فيها وكديش بتنتج the citric acid cycle the citric acid cycle completes the breakdown of glucose الخطوة الثانية هي حلقة cribs إذا بتذكروها في التوجيه حلقة cribs كنا ناخدها هون اسمها the citric acid completes the breakdown of glucose بتكمل عملية هدم لglucos علشان إيش علشان ندخل للمرحلة الثالثة اللي هي oxidative phosphorylation oxidative phosphorylation accounts of most of ATP synthesis عملية oxidative phosphorylation هي فعلياً إيش هي العملية اللي بتنتج الATP بكمية أكبر من غيرها يعني glycolysis وال citric acid بنتجوا ATP نعم صحيح ولكن بكميات قليلة جداً مقارنة بال oxidative phosphorylation أغلب الATP بنتج في هاي المرحلة اللي هي الثالثة هون عنا رسمة مختصرة لالثلاث عمليات اللي حكينا عنهم أول عملية حكيناها اللي هي glycolysis اللي هي هدفها تحويل لglucose إلى بيروفيت لglucose إلى بيروفيت عملية glycolysis بنتج منها شغلتين ATP من خلال عملية اسمها الsubstrate level phosphorylation أخدناها كب شوي والناتج الثاني اللي هو الالكترون كاريد فيا ناد اكش اللي هي الناد اكش يعني ATP وناد اكش الناد اكش اللي هي سلة الالكترون اللي هي الناتج الثاني من عملية الGlycolysis عملية الGlycolysis وين بتصير بتصير في السيتوسول تبع الخليل المرحلة الثانية اللي هي من مراحل اللي هي السيترك acid cycle اللي هي حلقة كريبس السيترك acid cycle بتتم بثمن خطوات ثمن خطوات الثمن خطوات هاي بتنتج ناتجين برضو اللي هو الATB كلنا بتنتج ATP اللي هي من عملية اللي هو نوع جديد من الالكترون كاريز اللي هي سلة ثانية بتنكل الالكترونات بتم انتجها في السيترك acid cycle وين بتصير السيترك acid cycle طبعا مش في السيتوسول في الميتو كوندرية في السيتوسول والسيترك acid في الميتو كوندرية في شغلة لازم نبهكم عليها اللي هي البايروفيت مش هو اللي بدخل لداخل الميتو كوندرية اللي بصير انه بصر له عملية اكسد بعد عملية الاكسد بيطلع من اشي اسمه اسيتل كو انزايم اي سمعته في اكيد اسيتل كو انزايم اي رح نعرف كيف بتكون وهذا هو اللي بدخل للسيترك acid cycle وبدخل للميتو كوندرية يعني مش البايروفيت هو فعليا نفسه اللي بدخل للسيترك acid cycle والميتو كوندرية اما المرحلة الاخيرة اللي حكينا عنها اللي هي الاكسدات اللي هي عبارة عن خطوتين electron transport chain وسبقوا حكينا عنها ولكن رح نجيها بالتفصيل احنا رح نعرف كيف بتشطل و كيمي اسموزز كيمي اسموزز برضو رح نشرحها بالتفصيل الاكسدات الاكسدات حكينا هي اللي بتصنع اكبر عدد ممكن من الATP ليش بتسوي هاذا الحكي لانه اذا لاحظنا احنا انه الADH المنتجات في اول خطوتين هم مدخلات عملية الاكسدات في فوسفوريليشن عشان هيك بتحفز تفاعلات الريدوكس رياكشن اللي هي تفاعلات تأكسد والاختزال وهي التفاعلات بتنتج اللي هو الATP بكمبيات كبيرة من خلال عملية اسمها الاكسداتيب فوسفوريليشن اذا قارننا الفوس substrate في المرحلتين هدول ومع اللي هي الاكسداتيب فوسفوريليشن الاكسداتيب فوسفوريليشن بتكون اكثر هون زي ما حكينا ده بروسيس ده جنريتز اماونت اه ناينتين ناينتي اه هندرد اوف حكينا انه الاكسداتيب بتم انتقال الالكترونال وهذا الانتقال هو اللي بولد الطاقة اللي من خلالها انا بقدر انتج اللي هو الATP طبعا نسبة الATP الناتج من الاكسداتيب فوسفوريليشن اللي هي تسعين بالمية مقارنة بالخطوة الاولى اللي هي الجلايكولايسز والخطوة الثانية اللي هي السيترق من خلال عملية اللي شو اللي حكينا عنها ورح نشوف هاي العملية في السلايد القادم نشوف طبعا هون الصورة هاي بتوضح عنا طريق التحول اللي هو البيروفيت الى اصل تلكو انزايم اي طبعا البيروفيت لما نلاحظ هو بتكون من ثلاث ضرات كربون بيدخل الى الميتوكندرية عن طريق ترانسبورت بروتينز اول خطوة بتصر له ايش هي بيطلع منه جزي CO2 الخطوة الثانية هي انه ال NAD بلس بتحول لا ايش ل NADH يعني بنتج عنا NADH نتيجة لدخول اللي هو البيروفيت الى داخل الميتوكندرية الخطوة الثالثة اللي هو ارتباط الكونزايم اي مع البيروفيت اللي هو اللي نقص منه اللي هو CO2 بتكون عنا اللي هو الاسيتل co-enzyme اي اللي مكون من ضرتين كربون مع مجموعة co-enzyme اي يعني خلال عملية الـ oxidative phosphorylation يعني خطوطين بتحتو مع بعض اللي هم الكموسموس وال الالكترون ترانسبور عشان نسرع اللي هو انتاج الاتب following glycolysis and citric acid cycle in adh and if adh2 account for most of energy is extracted from food احنا حكينا انه الـ glycolysis في citric acid cycle بطلع ال-adh والf adh2 هدول حكينا عنهم اللي هو ال-electron carriers اللي شبهناهم بسلة الكترونات من وين جاي هاي الالكترونات من الغذاء اللي احنا بنتناول these two electron carriers donate electrons to the electron transport chain which powers ATP synthesis via oxidative phosphorylation ال-adh والf adh2 هدول اللي هم مش هم بسلات الكترونات شو بيسووا بيعطوا electron transport chain هاي الالكترونات عشان تشتغل يعني اللي هو الالكترونات هي عبارة عن بطارية الالكترون transport chain بدون الكترونات هاي السلسلة ما بتشتغل وبعد هيك بتتحد هاي الالكترون transport chain مع الكيموس موزس عشان ايش يعملو عشان يعملو ATP من خلال عملية oxidative phosphorylation the pathway of electron transport the electron transport chain is a CRSG of mitochondria بتحدث عملية الالكترون transport chain او هي موجودة في الاعراف اللي هي الكريس ج طبعة الميتو كندرية most of chain's component are proteins which exist in multi protein complexes معظم مكونات الالكترون transport chain هي عبارة عن بروتينات هاي البروتينات وين بتوجد كهيئة بروتينات complexes يعني ايش يعني البروتينات متعددة بتأدي الى يعني بتكون بعمل وظائف كثيرة يعني عنا عدة بروتينات جنب بعض كل بروتيين بيكون بوظيفة بتساعد الاخرى عشان هيك بسموها multi protein هون بحكي لنا انه الالكترون كاريير يعني الNADH والFADH2 بتبادلوا او بتناولوا في حالة التأكسد والاختزال اما بيكونوا NAD بلس او NAD بلس او NADH يعني FADH يعني حسب اللي هو اذا اعطت الالكترونات او استقبلت الالكترونات لما تكون حاملة للالكترونات بتكون NADH أما اذا اعطت الالكترونات لالالكتron transport بصير ايلكتron بلس يعني ايض ايلكترونات هي عبارة عن مصدر اساسي الطاقة في الالكترون ترانسبورت شين وبتعمل الدروب للفري انيرجي بالتدريج يعني ما بتعمل الدروب مرة واحدة انتاج الطاقة بيكون بالتدريج وبالاخير هاي الالكترونات بتوصل الى يعني بنقدر نعتبر هي عبارة عن طبعا هاد السؤال في اسئلة سنوات سابقة ديروا بالكم مستقبل الالكترونات النهائي اللي هو الـ O2 بس تتحد مع الـ O2 شو بتكون عنها اللي هو الـ O2 اللي هو المي هاي الصورة بتوضح انها البروتينات الموجودة في الالكترون ترانسبورت شين اللي حكينا عنها ايش بتكون عبارة عن ملتي بروتين كومبليكسز يعني بروتينات متعددة متجمعة مع بعضها وبتأدي وظائف متكاملة بتكامل بعضها البعض بس نوصل سلة الالكترون ناد اللي هي الناد اه اتش او الـ FADH2 اه لهاي البروتينات بتشغلها هاي البروتينات هي عبارة عن بطارية للالكترون ترانسبورت شين هاي الالكترون هي عبارة عن الالكترون ترانسبورت شين ليش سموها بهذا الاسم لانه الالكترون اول ما توصل للبروتين الاول بتظل تنتقل من بروتين لا بروتين منشان توصل الاخر اشي الى البروتين اللي بدها هي وتتحد الالكترونات مع الـ O2 وتنتج شو عنا اللي هو الـ H2O عشان هيك هي عبارة عن سلسلة لنقل الالكترونات من بروتين لاخر وهس راح نعرف شو فائدة اه نقل الالكترونات من بروتين لاخر لليش كاعدة بننقل الالكترونات من بروتين للاخر شو الهدف من هذا الاشي الالكترونز are transferred from NADH or FADH2 to the electron transport chain مثل ما حكينا انه سلكة الالكترونات اللي هن الـ NADH والFADH2 بتنقل الالكترونات من عندهم للالكترون ترانسبورت شين عشان تبلش شغل هس عنا اللي هو هاي البروتينات اللي شفناها في الالكترون transport chain بسموها السيتوكرومز شو يعني سيتوكرومز؟ السيتوكرومز هي عبارة عن بروتينات بتحتوي على مجموعة الهيم تعرفوا الهيموغلوبين بحتوي على الحديد بحتوي على مجموعة هيم هاي مجموعة الهيم اذا ارتبطت فيه البروتين بصير اسم البروتين سيتوكروم يعني اللي بميز السيتوكروم هو ارتباط ضرات الحديد الـ Iron Atoms مع البروتين نفسه The electron transport chain generates no ATB directly هاي المعلومة مهمة جدا انه الالكترون ترانسبورت chain ما بتنتج ATB الالكترون ترانسبورت chain الها وظيفة اخرى رح نحكي عنها كمان شوي لكن هي بتنقل الالكترونات من اول بروتين الى اخر بروتين هي ما بتنتج ATB نهائيا المسؤول عن انتاج الـ ATB في الـ Oxidative Phosphorylation هو الكيمي اسموزز او عملية الكيمي اسموزز اللي هي بتكون coupled with electron transported chain يعني مرتبطة بالـ electron transported chain في السلايد البعض ان شاء الله رح نشوفها The chain function drop from food to O2 into smaller steps that release energy in manageable amounts يعني السلسلة اللي حكيناها ما بتصنيع ATB ما بتكون بتصنيع ATB تمام؟ هي ما بتصنيع ادوس ادينوسين على سبيل المثال لكنها بتنتج طاقة اللي بتختزان في الـ ATB وهي الطاقة اللي بتنتجها بتكون خطوات صغيرة متعددة زي ما شفنا في اربع بروتينات عندنا كل بروتين بنتج كمية صغيرة من الطاقة علشان ايش؟ علشان الخلية تقدر تستوعب فرق الطاقة اللي كاعدة بصير لانه اذا صار الحكي هاد مرة واحدة ممكن الخلية ما تستوعب كمية الطاقة الهائلة هاي اللي اجدها مرة واحد وهذا الحكي كله رح نوضحه في الـ Slider engine ان شاء الله وصلنا للمرحلة الثانية من عملية الـ Oxidative Phosphorylation اللي هي الكيمي اسموسيس the energy coupling mechanism electron transfer in electron transport chain causes proteins to bump H plus from the mitochondrial matrix to the inter-membrane space ايش يعني هادو الحكي؟ يعني البروتينات الموجودة في الـ electron transport chain لما توصلها الالكترونات بتصير مشحونة بشحنة سالبة لما تنشحين بشحنة سالبة بتنجذب إلها الـ H plus الموجودة في الـ inter-mitocondrial matrix اول ما تنجذب إلها بتضخل الـ inter-membrane space هادو الحكي طبعا بيسوي تركيز عالي من الـ H plus في الـ inter-membrane space الـ H plus then moves down its concentration gradient back across the membrane passes through the protein complex ATP synthase بعد ما صار تركيز الـ H plus عالي في الـ inter-membrane space حسب الـ diffusion راح ينتقل الـ H plus من التركيز العالي إلى التركيز المنخفض يعني راح يرجع ينتقل mitochondrial matrix عن طريق إيش؟ عن طريق أنزيم من سميه الـ ATP synthase هادو الـ ATP synthase هو المصنع الأساسي للـ ATP في جسم الإنسان اللي بيشغل الـ ATP synthase هو الـ H plus حكينا إنه بطارية الـ electron transported chain هي الإلكترونات لكن بطارية الـ ATP synthase بتكون اللي هي البروتينات أو الـ H plus ATP synthase uses the exorconic flow of H plus to drive phosphorylation of ATP هاي الـ ATP synthase حكينا إنها بتستغل تركيز العالي الموجود في الـ inter-membrane space اللي هو التركيز العالي من الـ H plus وبتدخل H plus من خلالها منشان تصنع الـ ATP ليش حاكينا إكسرقونيك؟ إذا بتذكروا في شابتر ثمانية الإكسرقونيك الـ reaction كانت spontaneous يعني ما بتحتاج إلى طاقة وهون حسب الـ diffusion ما بنحتاج إلى طاقة يعني إحنا قاعدين بنمشي down للـ gradient عشان هيك بكون التفاعل إكسرقونيك This is an example of chemiosmosis the use of energy in H plus gradient to drive cellular work هون بحكي لنا كيف عملية الـ chemiosmosis إحنا قاعدين بنستغل فرق التركيز بين الـ H plus gradient علشان نسوي الوظائف الخلوي لأنه لو لا الفرق التركيز هاض الـ ATP synthase ما بشتغل هون عنا رسمة بتوضح لنا انزيم الـ ATP synthase وكامل أجزائه من شو بتكون؟ عنا أربع أجزاء رئيسية للـ ATP synthase أول جزء اللي هو الـ stator في عنا الروتر في عنا الرد والكاتلاتيك نوب الرد والكاتلاتيك نوب موجودات في الميتوكندرية هون في الـ intermembrane وهون في الميتوكندرية عنا جزئين من هذول الأربع أجزاء بتحركوا بلفوا اللي هم الرد والروتر الرد والروتر رح نحكي بشكل مبسط عن الـ ATP synthase أول إشي عن طريق الـ stator بدخل الـ H plus مثل ما انتم شايفين بوصل للرد أول ما يرتبط الـ H plus بالروتر هاض الارتباط بحفز التفاف الروتر بس يلتف في الروتر بتلتف معه الـ internal rod وهذا الالتفاف بحفز بعض التفاعلات الموجودة في النوب الكاتلاتيك نوب اللي بتحول الـ ADB لـ ATP الـ ADB لـ ATP في معلومة لازم تعرفوها إنه كل ثلاثة H plus كل ثلاثة بروتينات مسؤولة عن تصنيع جزيء ATP 1 يعني لتصنيع الـ ATP 1 بلزمنا ثلاثة بروت هنا The energy stored in H plus gradient across the membrane cobbles the redox reactions of the electron transport chain to ATP synthase ماذا يعني هذا الحكيه؟ حكينا إنه الـ electron transport chain بصير فيها redox reaction ليش بصير فيها redox reaction؟ إذا بتتذكروا كان عنا الـ NAD H بتحول لـ NAD plus وهذا التفاعل بيقلل من الإلكترونات اللي هو تفاعل تأكسد والاختزار redox reaction تفاعلات redox reaction هاي شو بتسوي؟ بتسوي فرق في التركيز الـ H plus يعني بصير عنا الـ H plus gradient هذو الـ H plus gradient هو المسؤول عن إيش؟ ع التشغيل الـ ATP synthase اللي هي بتطلع الـ ATP يعني الـ H plus gradient سببه إيش؟ الـ Redox reactions الموجودة في الإلكترون transport chain عشان هيك بنسميها coupled reactions يعني تفاعل بنتج تفاعل آخر Redox reactions أعطتني طبعا اللي هو الـ H plus gradient The H plus gradient is referred to the as a proton motive force طبعا مهمة جدا هاي اللي هي emphasizing its capacity to do work بيسموها هاي فرق التركيز في الـ H plus protein motive force اللي هي القوة الدافعة لبروتينية بيسموها هيك علشان إيش؟ علشان يبينوا قدرتها في تكوين الطاقة It's a capacity to do work يعني الـ H plus gradient هي المحرك الأساسي لعملية أو صناعة الـ ATP هاي الصورة بتبين شو إحنا شرحنا الـ front transported chain والـ chemiosmos طبعا الـ electron transported chain مسؤولة عن إيش؟ اللي هي multi protein complex اللي إحنا شايفينهم هون هم عبارة عن بروتينات بتشتغل مع بعضها البعض لتأديد وظيفة متكاملة هاي الوظيفة إيش هي؟ هي نقل الإلكترونات من اللي هو سلة الإلكترونات الـ NAD H وإيصالها إلى وين؟ للـ final electron acceptor اللي هو الـ O2 علشان نصنع اللي هو الـ H2O كيف طريقة نقلها؟ طريقة نقلها كالآتي أول ما تتفعل اللي هي الـ NAD H مع هذا البروتين بتفرغ في محتوياتها من الإلكترونات مش حكينا الـ NAD H اللي هي سلة إلكترونات فلما تفرغ إلكتروناتها في البروتين البروتين بيصير مشحون بشحنة سالبة وهذا الحكي شو بيساوي؟ بيخليه يجذب بروتونات موجودة في الماتريكس اللي هي الميتوكندريال ماتريكس هذا هو الميتوكندريال ماتريكس هذا الـ Intermembrane space لما ينشحن بشحنة سالبة البروتين بيجذب إلو إيش؟ اللي هو الـ H بلص الموجود لما يجذب الـ H بلص إلو شو بيصير؟ بيدخه للـ Intermembrane space صار عنا شو؟ H بلص وبعدها بنتقل الإلكترون اللي ارتبط هون لهون نفس الحكي بيصير بنتقل مرة ثانية مش انتقل من هذا البروتين بنتقل كمان للبروتين هذا وبينضخ H بلص نفس الإشي في البروتين الثالث وبينضخ H بلص بالأخير شو بيصير؟ للإلكترونات الموجودة وهون بتجمع هاي الإلكترونات بتوصل للـ O2 وبتتحد مع إيش؟ مع البروتونات الموجودة في الميتر و بتطلع اللي هو الـ H2O عشان هيك حكينا إنه الـ O2 هي الـ لأنه آخر إشي بيمسك الإلكترونات وبستقبلها لما تتطول الـ H2O بتنتهي عملية الإلكترون ترانسبورد شي اللي هي سلسلة تقليئ الإلكترون بتوقف وبعد هيك شو بيصير عنا؟ بيصير عنا H بلص لأنه صار التركيز في في brain space في الـ H بلص أعلى من تركيز في الماتريكس وهذا الحك بيستغل له للـ ATP سنتيز عشان يدخل الـ H بلص اللي حكينا هي بطارية الـ ATP سنتيز وبتصل نعمل الـ ATP وهاي العملية بنسميها الكيمي ويعطيكم ألف عافية لهون بنكون خلصنا شابتر تسعة وهي مادة المترم وإن شاء الله بنكمل مع بعض فيديوهات جاي يعطيكم هلف عافية